وأنا صغير كان فيه متلازمة أنا بسميها الرجل الأوروبي المتحضر أشخاص كلما ينفتح نقاش عن الوضع العربي عموما ببلشوا تمجيد بالإنسان الأوروبي الخارق الحارق وبتبلش أبيات المدح وإسلام بلا مسلمين وشوارعهم نظيفة وإنسانيتهم الجذابة وتطورهم العلمي وكيف لازم نقتدي فيهم عشان نتقدم والكلام الكثير من هاي النوعية عموما كنت كلما أكبر تستمر هاي المتلازم من حولي سواء بالمدرسة بالجامعة بالشغل دائما المدح والتمجيد الأوروبي كنت أحس المدح لكثير عقد نقص لأنه ما بيمدحوا الصحابة أو الصالحين العرب بقدر مدحهم للرجل الأبيض بل بالعكس أي شخص عربي ناجح بحاول يقللوا من إنجازاته والبعض وصل مرحلة أكبر من هيك بحيث إنه إذا حاب يبرر فعل بيقولك جملة سحرية الأجانب بيعملوا هيك عادي يعني بالنسبة لهالشخص إنه إذا الأجانب عملوا الفعل يلي بيقلده معناته عادي وما فيها مشكلة متناسي تماما الدين والأخلاق وحتى التقاليل الحسنة طالما الأجانب بيعملوا لهذا الفعل اللي هو بيعمله فعادي الحياة حلوة وبنلاقي بسبب التقاليل الأعمى للغرب بتسابق الأهالي لتعليم أطفالهم اللغة الإنجليزية مع تهميش كامل للغتهم الأم فبطلع عنا نسخ مشوه من العالم المتقدم تركوا العلم والتطور ولحقوا لبسهم وطريقة حياتهم والأشخاص ما بهمهم التطور والعلوم بقدر ما بهمهم نتشبه بهالناس حتى لو التشبه رح ينزع من قيمنا وهويتنا وبيخلينا مسوخه بتحكي خليط لغات لما تسمعه بيصيب أذنك الألم بالعادة الأمية اللي بدها تتقدم تأخذ العلوم والشغلات اللي بتساعدها على التقدم أما أنك تأخذ أفكارهم وأسلوب حياتهم هيك أنت نزعت هويتك شخصيتك المستقلة تم إعدامها وصرت مجرد نسخة مشوهة بيتحسس الشخص المتقدم أنك أقل أمامه وبيحس أنه متفوق عليك وكون أن الناس كلها متجهة لهذا الغلط هذا لا يبرر لك تتجه معه كون مميز بأفكارك وبهويتك وبعاداتك وبأخلاقك تقليد المتطور ما رح يطورك وتقليد الناجح ما رح يخليك ناجح اصنع نفسك شخصيتك المستقلة إلا إذا حاب تكون نسخة ثانية من ملايين النسخ الموجودة والتمسك بدينك وهويتك ما بمنعك تتطور بدل ما تحاول تقلد شكلهم خذ من علمهم وخذ منهم الشغلات المفيدة عشان تتطور وتصير ناجح الحكمة ظلت المؤمن أنا وجدها فهو أحق ناسبها